في نظري أنه واحدة من أهم نتائج دراسة طاقة الصحراء لعام 2050 هو عدم اعتماد بلد على بلد آخر في إنتاج الطاقة أو في استيرادها وإنما اعتماد كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا على نظام أو شبكة طاقة متصل مع بعضه وهذا الاعتماد على الشبكة يوفر عامل مهم وهو تأمين امتداد طاقة آمن يعني تكون الطاقة دائما متوفرة بصورة مستقرة في رأيه أنه تحقيق أو تحويل رؤية ديزر تيك إلى أرض الواقع التي تبينها في دراسة طاقة الصحراء لعام 2050 أنه أهم استفادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نمول صناعة في البلدان هذه ومعناه الاقتصاد يتطور في هذه البلدان وعام المهم هو توفير فرص عمل جديدة خاصة مع العلم أن التضخم السكاني سوف يحصل في هذه البلدان وأهم وعام المهم أيضا هو أن هذه الطاقة سوف تكون طاقة نظيفة وليس معتمدة على الوقود العفوري دراسة طاقة الصحراء لعام 2050 تبين ضرورة البدء بالعمل والاتجاه نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة الآن كلنا نعرف أنه نحن نحتاج إلى الطاقة المتجددة ولكن المهم في هذه الدراسة يبين أننا يجب أن نبدأ بالعمل الآن وعدم الانتظار